تحياتي النهاردة هكلمكم عن قصة اختيال الامام الشفعي بسبب التعصب المذهبي بين المذاهب المختلفة والتي كانت تكفر بعضها البعض حيث كان اتباع كل مذهب يتعصبون لفقه امامهم وتعليمه ومن كان يخلف تعليم امامهم كان يتم تكفيره والتنكيل به باصعب الطرق وهذا ما حدث مع الامام الجليل الامام الشفعي لكن في الاول هديكم نبزة عن حياة الامام الشفعي اسمه بالكامل ابو عبدالله محمد ابن ادريس الشفعي المطلبي القرشي ولد 150 هجرية الموافق 767 ميلادية في فلسطين وتوفي 204 هجرية الموافق 820 ميلادية في مصر عن عمر يناهز 53 عام تقريبا الامام الشفعي هو ثالث الائمة الاربعة عند اهل السنة والجماعة وصاحب المذهب الشفعي في الفقه الاسلامي ومؤسس علم اصول الفقه وهو ايضا امام في علم التفسير والحديث وعندما عين ققاديا عرف عنه العدل والزكاء ورجحت العقل والحكمة لذلك اسنى عليه كثيرا علماء عصره حتى قال فيه الامام احمد كان الشفعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس بعد ولادة الشفعي انتقلت به امه الى مكة وعمره سنتان فقط فحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين وحفظ الموطق للامام مالك وهو ابن عشر سنين واخذ ينهل من العلم في كل مكان بمكة واينما وجد هو كان يبحث عن العلم في كل مكان فهو كان يعرف عنه كسرة الترحال والصفر فهاجر الشفعي للمدينة المنورة طلبا للعلم عند الامام مالك ابن انس ثم ارتحل الى اليمن وعمل فيها ثم ارتحل الى بغداد في سنة 184 هجرية فطلب العلم فيها ايضا عند القاضي محمد ابن حسن الشيباني الذي انقص حياته فيما بعد من وشاية والي نجران الظالم الذي كان الامام الشفعي ينصحه وينهيه عن ظلمه للعباد فقام هذا الوالي الظالم بكيد المكائد والدسائس ضده فارسل الى الخليفة هارون الرشيد رسالة يقول فيها ان تسعة من العلويين تحركوا ضده ومنهم الامام الشفعي واسترسل قائلا اني اخاف ان يخرجوا وانها هنا رجلا من ولد شافع المطلبي ويقصد هنا طبعا الامام الشفعي لا امر لي معه ولا ناهي ويعمل بلسانه ما لا يقدر عليه المقاتل بسيفه فارسل له الخليفة هارون الرشيد ان يحضر له اولئك النفر التسعة من العلويين ومنهم بالطبع كان الامام الشفعي ويقال انه قتلهم جميعا وينجى الامام الشفعي بفضل المعرفة الجيدة لقادي محمد ابن حسن الشيباني للامام الشفعي وانه من المستحيل ان يكون فعل هذا الامر وخرج عن طاعة الحاكم اللي هو الخليفة هارون الرشيد وايضا لما وجد في الامام الشفعي من قوة حجة ورجاحة عقل في الدفاع عن نفسه وبعد تلك المحنة اخذ الامام الشفعي يدرس المذهب الحنفي وبذلك اجتمع له فقه الحجاز الممثل في المذهب المالكي وفقه العراق الممثل في المذهب الحنفي عاد بعدها الشفعي الى مكة واقام فيها تسع سنوات تقريبا واخذ يلقي دروسه في الحرم المكي ثم صافر الى بغداد للمرة الثانية وقام بتأليف كتاب الرسالة الذي وضع به الاساس لعلم اصول الفقه ثم صافر بعد ذلك الى مصر سنة 199 هجرية واخذ ينشر مذهبه الجديد ويجاد المخالفي ومن هنا بدأت محنة الامام الشفعي التي ادت الى مقتله على يد اتباع المذهب المالكي المتعصبين لمذهبهم والذين كانوا يرفضون اي فكر مخالف للامام مالك والمشكلة الكبرى للامام الشفعي مع اتباع المذهب المالكي انه رفض تقديس الامام مالك وتقديس فقه فهو رفض تقديس وعبادة المنتج المعرف للامام مالك اللي هو الموطع بالطبع وقال انه مجرد عمل بشري قابل للصحة وقابل للخطأ وليس منتج مقدس يجب علينا عبادته فهي مجرد اجتهادات علماء قابلة للصواب او الخطأ فلماذا كل هذا التعصب وهو يعني الصراح يعني صدق في كلامه هذا وتذكر المصادر ان المنهج الفقهي للامام الشفعي كان مخالف لما كان عليه معلمه وشيخه الامام مالك وبالرغم من ان الامام الشفعي تتلمز على يد الامام مالك ولكن هذا لم يمنعه من نقد ورفض بعض افكار مالك فهو لم يقدس ويعبد استاذه كما فعل اتباع المذهب المالكي وهذا الخلاف الشديد الذي كان بين اتباع الامام مالك واتباع الامام الشفعي كان يصل في بعض الاحيان الى التلاسن والتشاجر والعراق في صحات العلم والفقه حتى على ابواب المساجد حيث كان يرفض المتعصبين للامام مالك بالسماح للامام الشفعي وتلاميذه ان يدخلوا المسجد فكلا من الطرفين كان متعصب الى امامه ومنهجه وبالاخص اتباع المذهب المالكي وكان يتميز الامام الشفعي بتوضعه وحسن خلقه ووسطيته وعدم تعصبه لرأيه وكان رجلا وسطيا بمعنى الكلمة ولذلك احبه المصريين كثيرا واتبعه مذهبه الوسطي البعيد عن التعصب والمغالاة ولقد اخذ الامام الشفعي على اتباع المذهب المالكي انه عندما كان الناس يقولوا قال رسول الله في اتباع مالك كانوا يقولون قال مالك مما جعل الشفعي يقول ان مالك ليس الا بشر يخطئ ويصيب ودفعوا ذلك الى وضع كتابه في خلاف مالك فغضب منه المصريون المالكيون اتباع المذهب المالكي غضبا شديدا واخذوا يحاربونه فتعرض للشتم القبيح والدعاء عليه من على منابرهم واتهموا انه فرق بينهم والقى بينهم الشر بعد ان كانوا واحد وكانوا يقصدون هنا بالطبع انهم كانوا جميعا متفقين على الفقه المالكي ولكن بفكرك الفقه الجديد هذا فانت افسدت وحدتنا وفرقت بيننا وهذا يؤكد بالطبع على حالة الجمود الفكري عند اتباع المذهب المالكي الرافضين لكل تجديد او حتى فكر مخالف لما اعتادوا عليه وهي دي محنة كل مجدد او محدس حتى في عثرنا الحالي فللأسف الشديد في كل شعوبنا العربية نرفض اي تجديد او حداسة يعني اي شخص يحاول ان يخرجنا من جمودنا يعني من هذا الجمود الفكري ننعته غالبا بالكفر والزندقة والعلمانية وعدم المعرفة والجهل ونقلل منه وخاصة دائما نتهمه بالعمالة والخيانة يعني الاخره يعني يجب علينا ان ننتقص منه لمجرد انه يحاول ان يحدث من افكارنا ومن عقليتنا حتى تناسب هذا العصر الحديث للأسف الشديد الامة العربية يعني شعوبنا في الامة العربية تعشق الجمود الفكري وتكره التجديد المهم نرجع لمحنة الامام الشافعي مع المالكية واتباع المذهب المالكي وبما ان الامام الشافعي كان صاحب فكر مخالف للمالكية فكان الرفض له رفض تام ولفكره وبطريقة بشعة لدرجة انهم كانوا يدعون عليه بالموت وان يفرق الله بينه وبين روحه وجسده ولاننا امة لا تقدر علمائها ولا تعرف ثقافة الاختلاف فقد ظهر من يكن العداء للشافعي ويتهموا بالكفر والزندقة والخروج عن الدين الشافعي زندق كافر خارج عن الدين حسب فكر اتباع المذهب المالكي وكان من بين هؤلاء فتيان اشهب ابن عبد العزيز وهو احد اتباع الفقه المالكي وكان خطيبا واماما فاعتلى المنبر يوما وقال ان لهم امت الشافعي وان لا ذهب علم مالك واندصر تخيلوا معي ان من يدعي على الامام الشافعي امام مسجد يعني امام جامع بدل ما يعز الناس بالحسنة وبالخير وبالمحبة بيعزهم بانهم يدعي على الامام الشافعي ان يعني ربنا يخلصنا منه وانه يموت وهو من تسبب في مقتل الامام الشافعي لذلك دائما يعني اتمنى ان تتخذوا حذركم من ائمة المساجد لان بيبقى فيهم كسرين يعني منهم ارهابيين يعني هذا الرجل تسبب في مقتل الامام الشافعي حيث كون مجموعة من الفتيان تترصد بتلاميذ الشافعي وتتحرش بهم وتمنعهم من دخول المسجد واشعوا بين الناس ان الصلاة خلف الشافعي لا تقبل وحعيد كلامي مرة تاني اللي بيعمل كده امام جامع اللي هو المفروض بينصح الناس ويوعيهم يعني شفتوا التعصب للمذاهب بيعمل ايه ولما علم الشافعي بكل هذا دعاه للمناظرة فلما انتصر الشافعي يعني برأيه وحجته زاد اتباع المذهب المالكي حقدا عليه فانتظروه وهو خارج المسجد فضربوه على رأسه بمفتاح كبير من الحديد وتسببت هذه الضربة في موت الشافعي وبالطبع من قتله يظن انه احسن صنعا وتخلص من عدو الله وان الله تعالى سيدخله الجنة على فعالته هذه بالطبع لان امام جامع هو من افتى بضرورة قتل الامام الشافعي هذه هي العقلية انت تعرفوا الارهاب يأتي من اين يأتي من ائمة جوامع تحد على الكراهية وعلى قتل الاخر وعلى تكفير المذاهب الاخرى ومن هنا يأتي الارهاب وهي دي مشكلة الامة الاسلامية انها بتستمع لأئمة جوامع جهلاء يعني هذا الرجل المسكين الشافعي فقط حياته بسبب فتوى من امام جامع كفروا فيها احنا ممكن نقول باختصار ان الكارثة او المصيبة الكبرى تكمن في التعصب لمذهب بعينه او دين ما على حساب العقل فكل من يتصور انه يملك الحقيقة المطلقة وحده وانه هو فقط الذي يكون على حق وغيره على باطل يسهل عليه تكفير الاخر ونعتب الكفر والزندقة واستحلال دمه كما حدث مع الامام والفقيه والمجدد الامام الشافعي وطبعا دي نتيجة طبعية للتعصب المذهبي وعدم وجود مرونة في العقل لتقبل الفكر الاخر وهذه المشكلة نواجهها حتى يومنا الحالي وهذا التعصب المذهبي بالطبع بيؤدي الى تأخر الامة وارجوحها للوراء وتخلفها باكملها طالما يوجد تعصب مذهبي لن يكون هناك حداثة ولا تقدم ولا ازدهار لان تعصب المذهبي يقتل اي شيء في مهدو طالما هناك تعصب مذهبي يبقى فيه عنصرية وفيه قاتل على الهوية بيعمل مشاكل كتير للأسف الشديد هذا التعصب المذهبي حتى يومنا الحالي موجود في بلدنة العربية وهو اللي ادى الى دمار كله بلدنة العربية التعصب المذهبي ده سني ده شيعي ده اسماعيلي ده احمدي ده مش عارف ايه مشكلة مشكلة كبرى طبعا وهناك كثير من المصادر ذكرت قصة اختيال الامام الشافعي مثل كتاب تحفة المحتاج المؤلفه شهاب الدين احمد ابن حجر وهو احد تلاميذة الامام الشافعي وايضا ذكر في كتاب حشية البجرمي على الخطيب المسمى تحفة الحبيب على شرح الخطيب المعروف بالاقناع في حل الفاظ ابي الشجاع ده بعض المصادر اللي ذكرت قصة الاختيال كاملة يعني ويقول ابن حجر انه اشتهر ان سبب موت الشافعي ان فتيان ابن ابن السامح المصري وقعت بينه وبين الشافعي مناظرة وعندما خسر المناظرة قام فتيان ابن 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 السامح بالتطاول على الامام الشافعي وشتمه ويسبه فوصل الامر الى امير مصر فطلبه وعزره فحقد اكثر واكثر على الشافعي فانتظره وهو خارج من المسجد بمفرده فضربه بمفتاح حديد كبير فشج رأسه فمرض الشافعي بعدها الى ان مات ونقل ابن حجر لنا ايضا قصيدة ابي حيان التي تضمنت شرح كامل وتفصيلي لعملية اختيال الامام الشافعي وتبدأ القصيدة بقوله ولما اتى الشافعي مصر انبرى لازائه اناس وتنتهي فشج رأسه بمفتاح من الحديد ويجاء في معجم الادباء تصويرا كاملا لحيسيات اختيال الامام الشافعي رحمة الله عليه فقال يقوت الحموي انه كان بمصر رجل من اصحاب مالك ابن انس يقال له فتيان فيه حدة وطيش وكان ينازر الشافعي دائما ولم يكن يقدر عليه في الحجة دائما مشكلة الانسان الضعيف انه ضعيف الحجة فدائما كان يستخدم يده يعني لا يستطيع ان يستخدم لسانه لانه ضعيف الحجة فكان يستخدم القوة وهذا ما حدث مع الدكتور فارك فودا عندما لم يستطع الاسلاميين يعني مضاهاته في حجته وفي زكاؤه وفي قوة الحجة اللي كان بيدهالهم قاموا بقتله هي دي مشكلة الارهابيين انهم ليس لهم عقل ولا لسان ولا حجة فهم يستخدمون القوة طالما لا تستطيع ان تقنع قدامك بما تريد فتعرف يعني يجب عليك ان تعلم انك ضعيف الحجة ولذلك تستخدم السلاح او تستخدم العنف وهي دي مشكلة الاسلاميين والارهابيين ان حجتهم ضعيفة لذلك يستخدمون دائما السلاح طالما انت ضعيف الحجة دائما تستخدم العنف هي دي مشكلة الاسلاميين نرجع تاني لقصة اغتيال الامام الشافعي قال يقوت الحموي انه كان بمصر رجل من اصحاب مالك ابن انس يقال له فتيان فيه حدة وطيش وكان ينازر الشافعي دائما ولم يكن يقدر عليه في الحجة فانتظروا يوما وهو خارج من المسجد بمفرده فهجم عليه هو واتباعه وضربوه بمفتاح كبير من الحديد فحمل بعدها الى منزله عليلا حتى مات كل المصادر تؤكد على انه تم قتله على يد اتباع المذهب المالكي بمفتاح كبير من الحديد ومع ذلك وبالرغم من كل هذه المصادر والادلة الموثقة في امهات الكتب التي تؤكد مقتل الامام الشافعي على يد اتباع المذهب المالكي الا انك تجد بعض من الذين يحبون تجميل الصورة وتزويق الصورة وتزييف الحقائق او اخفائها يقولون ان الامام الشافعي مات بمرض البواسير يعني انا لن اعلق سأترك لكم التعليق لان ليس لدي تعليق يعني هما بيقولوا هو مات بمرض البواسير يعني بالرغم ان كل الادلة وكل يعني كتب التاريخ تؤكد انه مات على يد اتباع المذهب المالكي عن طريق مفتاح كبير من الحديد ومن اجمل يعني اقوال الامام الشافعي يعني اثناء خلافه مع اتباع المذهب المالكي قال جملة قوية جدا يعني هي كل العداوة ترجى مودتها الا عداوة من عداك عن حسد كل العداوة ترجى مودتها الا عداوة من عداك عن حسد وطبعا هو كان يعني يلمح الى عدائه مع اتباع المذهب المالكي اللي كانوا بيكفروا بيعني وبينكلوا بيه وبتلاميذه لدرجة انهم اتلوا في الاخر يعني لن قطل عليكم اكثر من ذلك هي دي كانت حلقتنا النهاردة وبالطبع احب اسمع اراءكم فيها واحب اسمع اراءكم عن فكرة التعصب المذهبي بين المذهب المختلفة في الامة الاسلامية وهل فعلا ادت بنا الى الرجوع للوراء وتدمير الامة وعدم قدرتنا على مواكبة العصر الحديث يعني طبعا طالما هناك تعصب مذهبي كن واثق انك انت لن تستطيع ان تفعل شيء او ان تتقدم التعصب المذهبي يقتل كل شيء في مهدي طبعا احب اسمع اراءكم في تلك القضية يعني ولن قطل عليكم اكثر من ذلك هي دي كانت حلقتنا النهاردة اتمنى بالطبع انها تكون نالت اعجابكم والى اللقاء في معلومة تاريخية جديدة وطاب مساعكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر